بسم الله الرحمن الرحيم نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب لقاءاً دراسياً حول موضوع التدفئة بالمناطق الباردة واتخذت له كشعار نحو استراتيجية وطنية توازن بين المتطلبات التدفئة وضرورة المحافظة على البيئة وذلك يوم عشية يوم الثلاثة جوج فبراير 2016 وكانت مناسبة لقاء الدراسي لاستئناس أو للتشاور والتدارس مع مجموعة من الخبراء الدوليين أو الباحثين في مجال الطاقة المتجددة أو مجال الطاقة بشكل عام لمناقشة هذا الموضوع الذي ضل معك من الأسف بعيداً عن أي مقاربة التقائية تتناوله بالدرس والتحليل وتركت هذه المناطق الباردة لنفسها تدبروا إشكالاتها لوحدها وخاصة من احتى الأوسر تدبروا هذا الأمر واحتى القطاعات الحكومية المعنية سواء وزارة التربية الوطنية أو وزارة الصحة أو وزارة الأوقف كل قطاعاً وما إلى ذلك كل قطاعاً يدبروا هذا الأمر بطريقة منفردة لم يكن هناك أي عمل على توحيد الجهود ومضافرتها من أجل إيجاد حلول عملية توفروا متطلبات وحاجية المواطنين من جانب التدفئة وبالمقابل تتسعى وتتفادى الاستنزاف الممنهج الاستنزاف الخطير للمقدرات المقدرات الطبيعية وخاصة تلك المتعلقة بالغابة مع كم الأسف مشكلة التدفئة أنها دائماً كانت تدفئة تقليدية تعتمد على الحاطب بدرجة أساس مما عرض ترواتنا الغباوية الاستنزاف خطير وخطير جداً وحتى عندما حاولنا أن نسعينا بالفحم الحجري في الإطار هذا فالإشكال الذي يطرح أنه لا بد من توفير أفران ملائمة للفحم الحجري باستثناء بعض المؤسسات الرسمية التي تعتمد على أسلوب التدفئة المركزية وحتى هذه المشكلة المعضلة الأساس التي تقع فيها وأنها لا تستعمل النوع الرديع من الفحم الحجري بمعنى آخر أن هذا القطاع ظل ولحقب ولعقود طويلة مجالاً خصباً أو مرتعاً للتلاعب وللفساد مع كم الأسف مبادرتنا هذه كانت ترمي أولاً إلى التحسيس بأهمية هذه الإشكال وإلى التحسيس بخطورة هذا الأمر إلى إشراك جميع المتدخلين سواء الحكوميين أو حتى الجامعات والباحثين العلمين في هذا الإطار حتى يكون حوار علمي رصين يتغيى إيجاد حلول بديلة في هذا الإطار خاصة أن بلادنا الآن أصبحت رائدة في مجال الطاقة المتجديدة بالخصوص في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ولها تطلعات لكي تصبح تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الإطار وبالتالي فنحن مؤهلين أكثر من غيرنا لإيجاد حلول في هذا الاتجاه هذا ونحن أيضاً بلادنا مقبلة على احتضان مؤتمر العالمي الأمم المتحدة حول المناخ معروف بكوب 22 كوب 22 وذلك في نوامبر القادم في مدينة مراكش وهذا ما يستدعي بما يتطلب أن نقدم كحكومة كشاب إشارات إيجابية في هذا الاتجاه بأن المغرب يسير نحو تمكين لهذه الطاقة المتجديدة التي تعمل بشكل كبير على الحفاظ على البيئة وتعطي بدائل حقيقية تحد من معضلة الاحتباس الحراري والناجم أصلاً على نبيعات الغازية مع كامل أسف نحن مؤهلون أيضاً للاستفادة أو مطالبون لكي نستفيد من التجارب الدولية في مجال تدفئة البديلة وهناك أمثلة عديدة ومتعددة سواء تلك نموذج دولة ككندا المعروف بالإبواء كنديان هذا نموذج متميز ويعتمد على حركة البيئة حركة الهواء ما بين عمق الأرض وسطح الأرض وهو من أنجح الوسائل وخاصة معروفة كمناطق جد جد باردة ودرجة الحرافيات قد تصل حتى الأربعين تحت السفر أو ثلاثين أو شيء من هذا القبيل عندنا أيضا الشيء الذي يتليج صدر أنه من خلال هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيها هذه السلة وهذه النخبة من الخبراء والعلماء المغاربة طرحت بداء الحقيقية وتجارب بل براءات اختراع التي حصلين عليها مجموعة من باحث المغاربة سواء احتفل في اعتماد استخراج الضقم النفايات أو استخراج الضقم من رؤوس البهام إلى غير ذلك تجارب جد جد متعددة كلها كفيلة بأن تعطينا إجابة عملية وناجعة وتحد من تكلفة الباهضة لا المالية أو البيئية فيما يخص توفير متطلبة تدفئة هذا باختصار شديد أهم الفكرة أو الغايم وراء تنظيم هذا اللقاء الدراسي وإن شاء الله سيتوج بإصدار كتيب يعني يلخص المداخل يعني يضم المداخلة العلمية القيمة التي سهم بها السادة الأساتيدة في فهد إطار وكذلك المناقشة الرافعة والراقية التي تبعته وبالتالي ستكون وبالتالي سنضمن أيضا توصيات العملية التي خرج بها في أفق أن نعطي بدائل وإجابة ناجعة وإجابية ترجمة نانسي قنقر